في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض أربع دوان نصية بسيطة جداً بس مهمة جداً في ترتيب البيانات الشيط اللي قدامكم ده هشيط مبسط لأسماء موظفين بس الأسماء فيها مشاكل كتير زي مثلاً المسافات بين مقاطع الأسماء ده بالإضافة أن الأحرف فيها كابتل وسمول طيب يلا بينا نشوف الأربع دوان النصية دول هيفدونا في إيه وهنبدأ بترام فهروح للخالية دي وهقوله يساوي ترام وادوس على تابع عشان أفعل الدلة هيطلب مني التكست هروح ببساطة شاور على الخالية دي ووقف الكوسي وادوس على انتر وهنا الدلة دي شالت كل المسافات الزيادة اللي أنا مش بحتاجها طيب علشان أصبط الحروف الكابتل والسمول هروح هنا بقى واكتب قبل يساوي بروبر وافتح كوس هيطلب مني النص فهخلي دلة ترامبل كامل هي التكست لدلة بروبر ووقف الكوس دلة بروبر وادوس على انتر وبعد كده هشد معادلاتي للآخر هلاقي أول حرف من مقاطع الأسماء بقى كابتل والباقي كله سمول طب لو أنا بقى محتاج الاسم كله يكون كابتل لو بدخل بيانات ID أو كريدت مثلا في الحالة دي هنستخدم دلة نصية تانية اسمها أبر فهروح للخالية دي وأقوله يساوي أبر وافتح كوس هيسألني عن النص هروح أشاور على الخالية دي واقف الكوسي وادوس على انتر بعد كده هسحب معادلاتي للآخر هلاقي الأسماء كل حروفها بقى حروف كابتل طب في حالة أن أنا عايز كل الحروف سمول لو بدخل بيانات إيميلات مثلا وهنا بقى هنستخدم دلة اسمها اللور فهروح للخالية دي وأقوله يساوي اللور وافتح كوس هيسألني عن النص برضو هروح أشاور على الخالية دي وقف الكوسي وادوس على انتر واشد معادلاتي للآخر ما تنساش اللايك والفول عشان يوصلك مني كل جديد واسيف للبسط عشان ترجع الوقت ما تحتاجه سلام اشتركوا في القناة